ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي الحق Sam في ن protests قابل صدق وترجمة نانسي وقبعون كان يترجم صدق حوصني سنقوم باحريك ناقوم باشي ونفقد شوية قومتاعه هو برزلطات لكن ما سنأخذ معندك كلمة قبل ما نغوص وقتها في النفس هو بالعكس بعد الترشح متاعنا اللي كان بمعاناة كبيرة ودون اقناع ودون حتى شيء بصارعة خنكون واضحين نحن إذا كان نفعه بالترشح اللي عملناه وبالمقابلة بالانتصار ضد مدى غشقر ضد منفس تقدمه ولكنه ظهر في المقابلة ساذجة كبيرة لأنه كان جاء منفس اخر مع الخطال اللي عملناها نحن دفاعين وفتختي وغيره هو بحدي الفنيين والنتيجة كانت غير النتيجة وبالتالي في اعتقادي الشخصي أنه مباراة اللي لا يعني مطالب منتخب التونسي أنه يزيد يمشي خاصاً على مستوى الهجومي شوية ويقنع شوية وكذا باعتبار اللي ترشح وكفية ترشح للنسيان في تقدير الشخصي عمرها ما كانت كل قدامة تونسية أنه ترشح ولا هدف رئيسي ويعني يقتضي على الاحتفال والاحتفاء لا لا اليوم بالعكس خليني نجد نشوفه التغييرات التي عملها القايس اليقوبي خلنشوفه ربما مرحلة قد تكون جديدة وصفحة جيدة لمنتخب التونسي والانتصار ديما بتبعت الحال يعني هز المعنويات ويفرح العباد على الاقل ننسى وكما قال سيد عليش ما بعض الخيبات التي تكبدناها في الفترة الأخيرة وفي ظل هذه الوضعية نعود ونقولها الكريثية التي تعيش الكورة من تونسية مالوي مسمعناك شنطي على المنتخب ؟ هالأخر حاجة الحبث أقولها سلام مبروك المنتخب الوطنية التونسيrd条 الامترشح الذي كان المغرب تبعت مقد كما تفaisse القبل اليوم هي kah przep pendant اليوم بيش نشوفه الملعبية She lastly we are praying to the United Bank dashes يبدو عنو اسباب خاصة خالتو يخرج مستاش وزاد اسباب اخرى يبدو انو معاش بشي يرجع منتقب اذي البرح سمعت سمعت نجيب المجليسي في الفتاس على البرح قال المعلومة ذي على ذمته هو منعاش عندك انتي معلومة او الاخبار بخصوصي خيرا مربيا سور عندي المعلومة خاطر التفولة ذي انا ملي في اللي توار يعجبني برشة مليعبي وانا حكيت عليه قبل كنت مع اسلام معك انتي قلت لك تفولة عنده ديكاليتها كبيرة برشة ولا بروفي قاعد يقدم في موصل ممتاز معتنا في لوغانو في سويسرا ايه هذه المعلومة احكيت مع والدو ذا اللي يدي ذا اي اي انا كنت في انتصال مع والدو اي اي اذاك عليش اي انا قلت لك يا ناسي كمال اسباب عائلية فماش مناس لي اليوم خلنا احكي اذا يحسب والدو اكدول اسمعني الشعب التونس ما هوش خصيص اسباب عائلية معتها شنو بشكون هم وان شاء الله معتها ربي يشبه اسفوار بوه يتبقى المعلومة متأكد منها سوي بوسان الي هم واش اسباب عائلية لا اذا يقول لي حسب والدو وقلم انك انت لا لا حسب انا حكيت مع والدو وحبيت وان يكون يخرج يتكلم مثال اي ابن ويراه فيه مظلوم اليوم في المنتخب نحكيه وش هون هو نقطة استفامة كبيرة لمنعبي حتى نفس السؤالة ذا يوجهت القائس العقوبة البرح في الكونفيرنس قلت لمنعبي وين يجي مره مضروب مره ما يلعبش ومتقلق في سويس لا يساجل بانتظام يعمل محب الخنيس ملعب حتى تطقيق هذك اللعب انس الحاج محب تارف اللي حاجة باية فيه لطفولة ذاية كل ما تعيط له للكيب نسونالي يكون موجود ليتكلم توربيا يخدم على روحه تارف قد مرعه يقوله عشرين مرة برشة جاي برشة عشرين مبارات ملعب حتى تطقيق معناتها اليوم استين كيزي نشوفه أنا أنا حسب نظريتي اليوم كان فمح عبد يلوي في الأصابه في العجلة في المنتخب لا 빠르게 بتجيل الفلين على الفلين واحنا نعرف وليوم مردود وسط الحصابة كريثية قاعدت يصير في المنتخب الوطني ما sideways أنحصات العجلة ما stefor أشخاص تخدمت للملاعبية во محبوش نذكر هذا اليوم نحكيه على طفل عمره 24 سنين مستقبل كرة تونسية هكو اللي انتي تلعب في ملعبية قدامه هلا جمعات الترنتان وهو بيخش منفسه وحنا نجرينا في المنتخبات التزير والمغرب كيفاش يشبه في الفريق شكون ترنت برج اسامي شكون اخي مكنش يلعب في فرجاني الساسي مم فرجاني اليوم مش موجود لا واقبل مما نحكيه فهم حاجات واليوم انتي مثلا الياس خير يمر بفترة خائبة في المنتخب والعيدوني اليوم اللي هو موجود في البطولة القطرية هكو هو معنطاً كما قالك في 22 ماتش ما يخذش طنجو صغير معاهم معنطاً اليوم نقطة استفايم الكبيرة للملعب نحكيه مم بات يحطوا خانش وفوه بلاك شميع لاش يسيدي خانش وفوه هاول عطيك اليوم كما قالك سي كاميل قالك تفل فوق 22 ماتش ماختش حتى تدقيق وصي لوكازيون اليوم كلكوا سواء الريزولتان ماتش غامب يرا يسحيح الربح دي ما يبشي خالي الأجواء بها وكل شي احنا الكاليفيكاسيون وترشحنا ما يماتش اليوم تع تقييم الملعبية اليوم يكون يستحق اللي موجودين في البنك يكونوا أساسيين في المنتخب تفل حتى ماتش ما في وش هنجوك ما حتى ما في وش بنيسيون كبيرة نحنا ترشحنا القاروح وموش بش يلعب زيد الماتش هذيه تو هالي يعقل معنتها واحنا نتشاكيه اليوم في اله في الرندمان تع السخيري ورندمان تع العيدولي ويزيد ماتش هذيه يزيد يحطوا عالبنك وقالوا بش تيخوا تنجو متاع ربعو ساعة نتغشش لملعب من الحقاية هذي يخرج بياسير بياسير ويلا حكيت معاك استيمش قتلك نعم فرش عبيت ليمت علي وقول لك المنتخب بيقى المنتخب بياسي انا بش ان انا نحب نسل السؤال بواسيط سامحني بش غاسيط عليك كي مدرب كي ما عندو شجاعة بصراحة قيسو وشفت حتى في الليستة عمل الليستة وكنت حكيت معالي ايه يا سيد علي نعم ناس ما فيك ولعب ولاية جينيور تاع الفريق القومي ناس حاج محمود ولعب اول مرة الولايد المستوري فهمتين او لا يعني ماذا هليش كان كان الكاليتين اللي تحكي عليها كبير يا برشة متاع الملاعبي باش قيسي عقوبي ما يكونش هو اول مدرب يعطيه شانس بعد 22 و 21 ماتش باركزمبل هذا السؤال اللي سهلك قيسي عقوبي تشجع وفرض لاعبين جدد في الفرمانسيون وفي الليستة ما تشجعش باش يلاعب ويعطيه ينرجم اليوم يتقلق لقاء قدامه دريس الميزوني رحظة خانكم لقاء دريس الميزوني قدامه اللي هو جاء بعضه للمندخب شيخ الشانس بتاعه في ثاني استاج ليه ينرجم يكون تقلق ولو انه ديما نقول حسب الرواية الرسمية الجامعة تقول اسباب عائلية يتقلق يقول انا باتصال مع والده هو يعرف القواليس مش مش يكذب على انا السؤال الوحيد كيفاش قيسي العقوبي بشجعها اللي عملها واحد وا 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 ولعب على كيف زادها هجوميا ولو ما كناش فيه احسن حالاتنا يبدأ عنده جوار تحكيوا عليها هذي ملعبوش بصراحة تامة نقص تفهم هذي هاي لنقطة الاستفهم سيد علي نحكيه فيها واحنا كم لعبية ونعب دخل لي شيء دهما نستعكوا في خلص العقوبي هو وقته شعمر الرياكسيون تفل حتى كي حكيت معاه اخذوا لي حتى تفل حكيت معاه ما فهماش منع معاش يجيل منتخب سي كامير بشدة في بيرك بش لعبية اليوم الجماهير الرياضي قولك لا قلت ممكن معاش يجيل منتخب اليوم حتى الجمهور الرياضي الشرع الرياضي يتخصش على كلمة وشونا سعد بجيب قل لي مثل مش منها انا ما قلش معلومة قلت لك تفل لذي 22 مباراة ما يلاعبوش يطيرول ولقوه ينجم معاش يجيل اخيت باللوجيكة انا نعتيك المعلومة تفل اخلاقيا ما تربي برشو قلت لك لابروف مبعث 22 ماتش بشوصل لتكلم انتق خاطر عليش احنا نعرفو الاجواء ديما نخرجوا اسباب عائلية تفل حتى نجم يتمس ذهنه يقول لك انا اليوم قاعد نعتي في العدو يتمس مورال موت صحيح اي مورال موت يقول لك انا جو بريفير مذابية تقول لك في البريودة ذي مع اشخاص قاعدة تخدم تهو في المنتخب معاشي عيتولي خير اما قالك انا المنتخب هذيك بلادي ورايت بلادي وفين متكش من جيها من عاش عائلية خير ومن جيها بلادي ورايت بلادي واخرج مستاج ماش حبي يخدم مع استافاد استافاد على الانترنور مانا تتغشش من مدرب 22 وعشرين ماش 22 وعشرين مستاج اصمع لي مو في بوزيسيون كي نحكيه اسلام وقت الى كي برسيونال مخلوق ومعاتا كي هو يقول لك انا خليني الاجواء طيبا ما نعملش حتى مشاك اليوم انتي مرتاح ومترشح وقتاش اخرج هو كي ترشحت المنتخب كي ما نقوله ديوريسك خليني اسمع لي كي ما بنخليل عندك تعليق على الموضوع انا 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 حكيت باللوجيك خطر اه واحد ييعذروا مع انتها 22 مباراة ما يلعبش حتى دقيقة مع انتها شي يدوخ خم حاجة كي كلوش انا صحيت ما تعيتلوش الماتش اثنين ثلاثة اربعة ترامش مكش محتاج ما عاش تعيتلو اما انك 22 مباراة هذا واحد اثنين انا يا اخويا ما نصورش انا الصحة زميلك المجريسي معانتها الصحافي جاب كلام ملحيت وصورتوه انو قال كان على اتصال باللاعب معانتها الراجل قال كان اراني ناخد في المصدر من عند الملاعبي اعتقد وهذا معانتها عادي جدا الملاعبي اي ملاعبي من حق وانو يحتاج هو الى الميريت ولا يرحم والديه انو ما عملش مشكلة وتعرف اما ملاعبية قبل معانتها عندهم وراهم لوبيات وخدمت لهم ورجعتهم وبرطومهم شي قد مفيدة فهو خرج في صمت قال عندي الوالدة مريضة اختار انو يحكي لأسباب معانتها موضوعية باش ما يعملش بلبلة ان شاء الله ياخذ حقه لانو الكيب ناسيونال سيلو ميريت معانتها ماهيش وحده راي ماهيش ضيعة محروس اللي راضي عليه نعايتلو الكيب ناسيونال يلزم يلعب فيها من يستحق انو كون يلعب مش ولد الدار هذي هاي يلزم يلعب اللي يستحق بصرف النظر على عمر بصرف النظر على الجامعية اللي هو فيها بصرف النظر على علاقته بشكون وعنده معانتها ناس تحمي فيه خاطرته يقول لك انا هوش بد على طبيب المنتخب يقول لك انا طبيب المنتخب عمل فيه رابور قال خواف الملاعبية ذي خواف ماهو مقالش هو اسمعتها ابوذني المجريسي اشنا وقال يقول لك اش مدخلوا التبيب في الامور هذي ها فصلنا الامور الفنية معانتها تعليقه عمره مدخل انا نعفو شخصيا مجريسي اشقال عمره مدخل في المواضيع هذي المجريسي اشقال قال قال الطفل مضروب مستاش بالحق مضروب قال كي قال لهم راني مضروب قال جيل الطبيب قال ليسي باضري رو ماهوش مضروب رو خواف ميحبش يلعب رو خايف هذي الكلام على ذمته معانتها واذا كان يحب يوضح بطبيعة طبي المنتخب مرحب بيه اشوف انتي قلت كلمة باه 22 متش استاذ مايخدش حتى 4 دقيقة بصراحة تامة ولو هي تونس متستغنى على اي ملاعبي اما عنده الحق بصراحة تامة كيش بدروحوا والله انا معا خطر شنون 22 متش كان كاليتي كما تحكيو الخيانة ماينا عرفوش مش شفتوش باش نحكم لكن انتو متعرفوا تبارك الله الناس عندهم خبرة كل شي 22 متش مايدخلش حتى 4 ساعة وزيد المتش هذي طوي الكلام اللي يتقال في البلاتو قالوا المدرب قيس العقوبي باش نعتيك تندجو يا لانا تندجو تلابط يا كرقدين جماعة شا اسمو يقولك ما نجمش مبدل ليكيب كاملة عندي استابلاتي ما كملتش الجملة يا سيد علي ما كملتش الجملة يقولك عندي استابلاتي مبدل 4-5 مبدلش حديقش عن استابلاتي سخير ريال عبر يقد في التيران والاخر ريال عبر عدوني ما راقلتوش عدوني هذك امتعنا ولا لا ولا ونمشي اكثر معاك انا ولا بالرمضان هذك بالرمضان تهرجي في كان قاعد في التهرجي احسن نكلمو الحقائق علشان كيفاش ميدخلش معهم كان تحكيو عليها ومايلعبش مع هذا ماهما تشكي مع هذا مايلعبش هو انا عنا مثال عنا ثوابت مثال عنا فاندوجيه تحكي علي ايه اين هو الفاندوجيه والثوابت دي كل مجهة الثوابت رو موجود في اليكيب ناسونات انك تحرق مليعبي يتذكرك العام ساسمه صابري لموشي الرجل جايهم بعد ما لعبوش موش ملنبسش يصل موجود موجود احنا اليوم ورينا قيس اليعقوبي وانا قلت اقبل واشكرت وعليست اللي عملها ع الشجاعة اللي عطائها وانا تمانيت اليوم ككابتين يوصف المسيكني غابت الشجاعة مع هذا خلنا خلنا نواصل فكرة حاجة برك انا تمانيت اليوم كقائد فريق ولميكيب ناسونات لعطاتك وكل شيء وهي وصلت لك لنجومية العالمية كما نقول تمانيت عامل ما عطا تهابت حاجة في الانستاجرام متاعك في كل شيء تهابت حال قليلة مبروك للترشح لتونس سويا هو ولا فرجاني كابتين نحكي ورا كابتين شفتم انتم البارح يطبع في فرنسا محبت مع طعام على يا بابي ممشيش للسيادة وممشيش يتفرش في الماتشا لا 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 شوف نقولك حاجة لا بخشي انتي سمحني اخويا لا لا نحكيه لكينا اليوم بتاعش نحكيه لكينا حاجة بالكشي الكمبورتمام بتاع اليدار الستاف تكنيك مع المساكنة ما كانش يعني والمعلومة اعطيكم معلومة اي خاصة يوسف المساكنة بعفد الستاف تكنيك هنيه بالدرجة لا تخرش قديم العبيد شوفت مبابي البرح ترحي فرنسا ويتاليا قبل الترحي مهبت تدوينه بشواريك عبارة عايش مع صحابه باركوتر بالعقلية لا لا ميسيرش كابتين عطاتك يكيب نسونال عشرة سنين لا لا فما 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 ميسيرش يكيب نسونال عطاتك شوية وين مبابي في الساج اللي هو الاخ اللي فيت وعليش ما عايتولوش المره هذات عليش عليش ما عايتولوش اللي تينسانكسوني عالكمبورتمان تاعو لا الناس اخذولي بركة سيد عليها انتي تعرف الموضوع اللي صار له والراجل اللي يمشي للسياد من السياد تعاد الكورس وتوارد في قضية وممشيش وموقفش مع صحابه وهو كابتين يمكن معاش يرجع ويمكن كابتانها كرجع كابتانها زيدا ينساها هاو الناس اللي تحترم اللي تضربو وتحرم مهنت وديشان نمشي وفاصل فقط اعطيكم نتائج الصنداج ثين وخمسين بالمئة سيندوا الترجع في احتجاجه على كمال يديري ثمانية ربعين بالمئة ضد الترجع في تونسي فقط في التعليقات كمال بن خليل نهار على كمال بن خليل اليوم يقولولك يقولولك ماذا بنا تجيبين الوثيقة متاع الاستقالة كمال يديري من لجنة الحكمة ما نجيب لكم خاطر باشا تشكيك في المعلومة اللي اعطيت ها يشك ومحرار انا 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 معنتها مانيش محتاج بش نجيب وثيقة انا هذو ما لجنة الحكمة اولاد جامعيتي اسئلت سؤال هذايا واسئلت وحطى لها المديرة قالوا لي لا رغم اللي اخذات تسويه اخرج بشي على روح اه قد بن يش معاتي ش بعض الشهاد اصدقائكなる Люحان لا اصدقائك بالتسكيل وبروح